ولدت الفكرة في أذهان عدد من الأطباء منذ عدة سنوات مع استفحال أزمة كورونا في محافظة القيروان جاء التنفيذ إذاعة الحياة أفآم إذاعة جمعياتية نشأت على أيدي ثلة من المختصين في القطاع الطبي ومجموعة من الصحفيين الهدف المتاعنا هو بيبانوا في الكوفيد أزمة الكوفيد أهم حاجة أهم حاجة باش نجم تخف عن ناس كل باش نجم تحاضر عن منظومة الصحية باش نجم لم أقل كلفة هو بعي المواطن لذلك إذاك عليش الخدمة متاعنا أكثر هو نخدمه على توعية المواطن وخاصة بالوسائع بالالتزام بالبروتوكولات الصحية وهم حاجة بالقرب متاعه للتنقيح كإذاعة جمعياتية تعمل على صحافة القرب نمشي للمواطن في حياته اليومية نسمعوه بشكل أكثر يعني بعد تشاركي ونقدم له المعلومة الصحيحة من عند المتخصين من عند الجهات الرسمية موش من باب أنه يعني الجهات الرسمية هي اللي عندها المعلومة واللي تقوله روز صحيح لأ نعمله بآلية تقاطع المصادر نشوفه يعني المعلومة الصحيحة أحيانا الجهات الرسمية تخبي المعلومة أو أحيانا تقصر ربما في تقديم الخدمات فاحنا بتسليط الضوء على بعض النقاص وإلا الجزئيات المستشفى الرئيسي في مدينة القيروان كان من بين أكثر المستشفيات استقطابا للاهتمام خلال الأشهر الماضية يقدم هذا المستشفى خدماته لأعداد كبيرة من المرضى لكنه يعاني نقائص لا تحصى يحمل المستشفى اسم أحد أعلام القيروان التاريخيين في مجال الطب أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القيرواني المعروف بابن الجزار والذي عاش خلال القرن العاشر الميلادي القيروان عندها سان بول عندها أيقونة اللي هي المدينة اللي عاش فيها بن جزار مدينة المدرسة الطبية بن جزار بن جزار اللي كانت المدرسة متاعه معنا تشع على المغرب العربي وحتى على المشرق اللي خدمنا عليه أكثر هو محاولة إعادة تحياء هالمدرسة الطبية القيروانية اللي هي إشعاعها يكون جهوي محلي وجهوي ووطني وعلاس بيكون مانا حتى عربي وعالمي نحكي وحنا كإذاعة صحة في البعد الشامل ما هوش صحة الجسدية ولا صحة ربما النفسية ولا ذهنية نحكي وعلا الصحة لأنه التربية صحة لحياة الاجتماعية صحة لحياة في العائلة صحة وعننا بارشة برامج ونحن ندي معنا حتى الشعار بتاعلي ذاعية صحتك تاج راسك لأنه نؤمنوا أنه صحة الإنسان وقت ليكون متعافي في صحته صحته ربما حتى اقتصادين وقت لي يوكل مليح وقت لي يرقد مليح وقت لي مارس الرياضة حتى في أبس حاجة وقت لي يشرب الماء بشكل صحي بشي أثر على حياته إيجابين عسلمة مرحبا بكم أنا ناجح الزردودي من حياة الفهم إذاعة الحياة واحدة من بين 21 إذاعة جمعيتية تم الترخيص لها خلال السنوات العشر الماضية